كما شارك وزير الخارجية بدر عبد العاطي في اجتماع وزاري حول القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين بمشاركة عدد من الدول العربية والإسلامية والأوروبية والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وأكد عبد العاطي خلال الاجتماع على ضرورة التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة وقيام المجتمع الدولي بدوره لوقف العضوان على فلسطين مشددا على ضرورة اطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته وسرعة التحرك على صعيد تنفيذ حل الدولتين وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة مشيرا إلى حق الشعب الفلسطيني في قيام دولته على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وذلك اتساقا مع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي موسيقى موسيقى